حدثنا سفيان بن عويينة حدثني عبد الرحمن بن حميدي بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرامي إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكرث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا قال ما كان أشد على ابن عويينة أن يقول حدثنا حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سيرينة عن ابن العلاء بن الحضرامي قال أبي حدثنا به هشيم مرتين مرة عن ابن العلاء ومرة لم يصل أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه ترجمة نانسي قنقر